السؤال اليوم اريد اوضح الحضرتش من كان المقصر او المشكلة داخلية ام خارجية واي من الناس يصورون دول الجوار قطعت علينا الانهار وصارت عندنا مشكلة داخلية اليوم اردى حطش بصورة تذكرين 2019 خلنبدي انسلسل لحداث حتى نوصل بشكل سليم 2019 تذكرين حضرتش جتينا انطار فيضانية غزيرة جدا من تركيا وايران ايران فتحة السيول فتحة الانهار وصلنا ما نعرف وين نغزن المياه تذكرين الشيء الي اردى اقوله في هذه المرحلة خزنة 60 مليار متر مكعب والتصريح معالي وزير الموارد المائية السابق يقول اكثر من 55 مليار اقول 60 فما فوق السنة 2020 كانت ايضا سنة مطرية وسطية خلنقول يعني الخزين حافظنا عليه السنة 21 وهس نصف الـ 22 الخزين راح وانتهى اذا اكسو استخدام للمياه داخلي وليس خارجي اليوم انت من تزرع وتستخدم كميات مياه على هالمستوى 48 مليار هذا رقم ضخم لنتيجة استخدامك منظومات ري قديمة فهذا السبب اللي يخلانا نهدر كميات المياه ووصلنا لهذا العجز الكبير اليوم عجز عندنا ما يعادل بحدود 31 مليار وهذا رقم ضخم نتأمل تجينا امطار السؤال اللي دايدور رسيات المستشار هل قطعت برأيك دول المنبع المياه عن النهرين تسببت بشح المياه كم متر مكعب تمنحنا تركيا يعني تمنحنا تركيا هاي حصتنا الحقيقية خلينا نكون صادقين ويا حضرتك المشكلة معالي وزير الموارد المائية الحالي يقول دول الحوض كلها متعرضة لأزمة جفاف والتعبير واضح كل دول الحوض متعرضة لأزمة جفاف هاي اولا اذا هم ايضا متعرضين واحنا الحام شفنا مظاهرات في ايران في مدينة اصفهان والاحواز وشفناها بعيننا الشيء اللي اردقوا له اذا هم ايضا متعرضين بجفاف الشيء الاخر هل هم دينطونا حصتنا هو اصلا احنا لنا حصة ما عدنا اتفاقية توضع حصتنا بالضبط ما عدنا اتفاقية توضع حصة رقمية عدنا مذكرة تفاهم وتم تفعيلها عام 2019 تحديدا تذكرين حضرتك وزارة الموارد المائية اعتبرتها منجز كبير انه هي تم المصادقة على هاي المذكرة التفاهم ورح تتنفذ وبها شيئين الاول تحديد حصة جيدة للعراق حصة جيدة يعني حصة افتراضية والشيء الثاني تقاسم الضرر تقاسم الضرر شنو معناه ولحد الان هذا البندين ما فعلته تركيا ويمكن سمعنا قبل اسبوعين تحديدا ممثل وزارة الموارد المائية قال تركيا لا دا تستجيب ولا دا تزوفد ولا اكو تعاون وهذا واضح انه اكو فجوة بيننا وبين دول الجوار الحصة المائية الريد نحجي عليها حقيقة حصة رقمية وزارة الموارد المائية ما تقبل تقول ايش قد تجينا الايرادات سواء من تركيا او ايران انا ما اعرف ليش وما اقدر ابررها لان هي تركيا وايران هي ادت تطلقها انت ليش ما تقول تركيا وايران هل قد ينطينا اشتركوا في القناة 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 شكرا